أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملغت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم معراء ذلكم أن تبدأوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن جرم فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طالا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملغت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذ ذهرهن وآتوهن وجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخزات أخبار فإذا أحصن فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم يتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشغوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ومعلكم بينكم بالباطل إلا أن تقول تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما قرسا ورشله نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء علينا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما قدر الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من مالهم فالصالحات قارتات حادثات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعزوهن نهجروهن في المضجع يضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن من وإن خفتم شقاها بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إشلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشكوا به شيئا وبالوالدين أحسانا وبذن القربى واليتامى والمساكين والجادة الغربى والجاد الجنوب الصاحب والجاب ابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون أمرون الناس بالبخل يقتنون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أمو عليهم دئاء الناس لا يؤمنون بالله فلا باللوم الآخر ومن يكون الشيطان له قديلا فساء قديلا وماذا عليهم لو آمنوا بالله فاللوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذراه وإن تك حسنتا إن يضاعفها يؤدي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعشر الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكروا حتى تعلموا ما تقولون أولاجوا أولاجون من الله عابري سبيد حتى تغبسلوا وإن كنتم مرضاء وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائت لا مستموا النساء أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اشترون الضلالة يريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير نسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قولوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم أقود ولكن لعنهم الله بكفهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنون وإذا نزلنا مشدقا لنا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنهدها على أدبالها أو لا لعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين ازكونا أنفسهم فلله ازكي من يشاء ولا أجل المون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاقوت يقولون الذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين أمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فننتدد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نطيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم السعيرا إن الذين كفروا بآياتنا ساب نصليهم نعرا كلما نغلق جلودهم مدلا لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات استردق لهم جنة بجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا لما نات إلى أهلها وإذا حكمتم إلى الناس فتحكم وبالعدل إن الله نعي ما يعيكم به إن الله كان سميعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيع الله فأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه لله الرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعموا لأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابق وقد أمروا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وأيضا المنافقين سدون عنك صدودا فكيف إذا صرتهم مصيبة من قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا ومتوفقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفس قولا مليغا وما أرسلنا من رسول لا ليطعب إذن الله ولو أنهم الظلموا وأنه سهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله فاستغفروا لهم الرسول لواجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما الشجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن ما كدمنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعزون به لكان خيرا لهم وعشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذي منع الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين منوخذوا حذركم فانفروا الثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لقدت أنه فإن صابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن صابكم فضلوا من الله ليقول أنك لم تكن بينك وبينكم عدة إيا ليتني كنت معهم فأبوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشنون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقدل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء يرغل عن الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين من يقاتلون في سبيل الله والذين كبر يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفه ويدا ومن يقيموا الصلاة ورزكا فلما قطب عليهم القدرة فريقوا منهم أخشرنا أن ناسك خشة الله وشد خشيا وقالوا ربنا لما كتبت علينا الختال لولا أخرتنا إلى ذلين قريبين قل ما تعد دنيا قليل والآخرة وخير دل من التقوى ولا غزلمون فطلا أينما تكونوا يبركم الموت ولا كنتم في برود مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يسقفون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يتعي الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا ويقولون طاعا فإذا برز من عندك بيت طاعفة منهم بيت طاعفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءكم أمره من الأمن وإذا جاءوا به ولو ردوه للرسول إلى ودمن منهم لعلمه الذين استمتونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الله نفسك وحرد المؤمنين عسى الله فإن كفى بأس الذين كفروا الله شد بأسا وعشد تنكلا من يشبع شفاعة حسرة يغله نصيبه منها ومن يشبع شفاعة حسرة يغلو كثلهم منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا عيتوا بدحيتين فحيوا بأحسر منها وردها إن الله كان على كل شيء حسبا الله لا إله الله لا يجب عنكم لا يوم القيامة العريبة فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا بالنظر لله ومن يضلل الله فلا يمتجد له سبيلا ودوا لو تغفرون كما كفروا فتكونون سواءا فلا تتخذوا منهم أوليا حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلوا بلا قوم بينكم وبينهم ميثاق أوجاؤكم حسر الصدور من يقاتلوهم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم ألقي إليكم السلامة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم يأمنوا قومهم كلما يردوا إلى الفتنة تغبسوا فيها فإن لم يعتزلوكم يلقوا إليكم السلامة قفوا ويداهم فخذوا وقتلوهم حيث قفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن لله خطأ وما قتل مؤمن الخطأ فتحريد رقبة المؤمنة وذينة مسلمة لله أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم من عدو لك وهو مؤمن فتحريد رقبة المؤمنة وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاقهم فتحريدهم السلامة لله أهله وتحريد رقبة المؤمنة فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغتب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم غثيرا كذلك كنتم من قبل فما أن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستبي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله فوض رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كلما مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله وسعتا فتهاجر فيها فأولئك رأواهم جهنم وساءت نصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والذلان لا يستطيعون حيلتا ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في اللغة من رغم كثيرا ووسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا من الله رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أدره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا أضربتم في اللغة فليس عليكم جبا أن تقصروا من الصلاة إن خفت من يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك لأخذ أصلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم واندأت طائفة الخرار من صل فليصلوا معك ولأخذ وحذرهم أصلحتهم ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمهل عليكم ميلة موحدة ولا جناح ليكم إن كان بكم أجنم مطرنا وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتهم وخذوا وحذركم إن الله عدى لكافر حزابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وعلى جنوبكم فإذا ألمتم فيقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهدوا في ابتغاء القوم إن تكون تألمون وإن ألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجعون وقال الله عليم حكيم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ لِتَحْكُرَ وَبَيْنَ النَّاسِ لَا يَسْتَقْفُونَ لَا يَسْتَقْفُونَ لَا يَسْتَقْفُونَ وَمَنْ يَكْسِبَ فَيَوْنَ يَكْسِبْ إِسْمَا فَإِنَّا يَكْسِبُهَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَامَ اللَّهُ عَلِيْهُمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِسْمًا ثُمَّ يَغْنِبِهِ بَرِيْئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ مُهْتَانًا وَإِسْمًا مُبِيْنًا وَلَوْ لَا فَاللَّهِ عَلِيْكَ رَحْمَةُهُ لَهَمَّ الطَّوِّفَةٌ مِنْهُ مَنْ يَضْلُّكُ وَمَعْ يَضْلُّهُ لِلَّهُ وَمَنْ يَضْلُّونَكُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكُتَابُ الْحِقُّةَ وَعَلَّمَكَ وَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِرٍ مِنَّ جُوَهُ بِاللَّهِ مَنْ أَمَرَ بِالصَّدَقَةٍ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اَبْتِغَاءَ مَوْضَاتِ اللَّهِ فَسَوَى نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْبِعَ غَيْرُ سَبِيلٍ المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وثاءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً إن يدعون من دنيه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لا اتخذ أن من عبادك نصيباً مفروضاً ولو ظل أنه ولو بني أنه ولأمر أنهم فليمتكن آذان الأنعام ولأمر أنهم فليغير أن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسره خستراناً مبيناً يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان لا غروراً أولئك رأواكم جهنم ولا يجدون عنها محيصاً والذين آمنوا وعملوا الصالحة أدساً أدخلهم جلات تجريم تحت لنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيناً ليس بأمانيكم ولا أماني هذا الكتاب من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من دون الله لي ولا نصيراً ومن يعمل صالحاً ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انساوه مؤمن فأولئك دخلون الجنة وعجلون نقيراً ومن محسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً ولله ما في السماوات ما في العود وكان الله بكل شيء محيطاً ويستفتونك في النساء ولله افتيكم فيهن ويطلع عليهم في الكتاب في يتم المساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا للتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليناً وإن امرأة خافت لهم معلكان الشوزاً ويعرضاً فلا جناح ليهما أن يصلحاً وإنهما سلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرشتهم فلا تبينوا كل الميلة وتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان وصوراً رحيماً وإن يتفرقا يغن الله كل من ساعته وكان الله واسعاً حكيماً ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين وطل الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم وإنتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً إن يشأده بكويها الناس ويأتي بآخرين وكان الله أدا ذلك قديراً من كان يديد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُونَ قُوَّمِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَانِ اللَّهِ وَلَوَعَلَى أَنْفُسِكُمْ هَذِ الْوَلَدِينَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًا وَفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْبُوا وَتَعْدُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْفَلَ مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَاكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرِسُولِهِ اللَّهُ بِالْآخِرِ فَقَيْطَ اللَّهُ طَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَجْدَعُدُوا يَكْفَرُ لَكُبُرُ لَكُمْ لَا لِيَحْدِيَكُمْ سَبِيلًا بشر المنافقين بأن لهم عزاقا أليما الذين اتخذوا للكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَهُونَ رِندَكُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدَ نَزَّلَ عَلِيْكُمْ فِي الْكِتَابِ النَّذَا سَمْعَتُمْ آيَاتٌ لَا يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزُهُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَفُوضُوا فِي حَدِيثٌ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَانِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتحونوا من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحفز عليكم ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم نوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا رسالا يراؤنا الناس لا يذكرون الله إلا قليلا مذبزبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلن الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تدعبوا لله عليهم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرق الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله في عذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم اشتركوا في القناة